السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاختيال والخط هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي كثيرا ما يكرر الكاظمي حديثه عن السلاح المنفلت وعزمه على حصر السلاح بيد الدولة فلا يترك مناسبة إلا ويستغلها للتطرق إلى هذه القضية وكأنه يريد أن يقول للعراقيين أدرك أن هذه أساس مصائبكم المستمرة لكن أين الفعل من القول وأين الرغبة من التنفيذ آخر مرة كرر فيها الكاظمي حديثه عن حصر السلاح بيد الدولة كانت في مناسبة عشوراء ليأتي الرد بعد ساعات قليلة بسقوط صوارخ من نوع كاتيوشا على محيط مطار بغداد لتكون جزءا من سلسلة هجمات سبوعية تنفذ على المناطق الحساسة في بغداد لكن أكثر ما اقتنصه الكاظمي من مشهد فوضى السلاح في العراق هي الدعوات المشبوهة لحمل السلاح في التظاهرات وركز على أن الدولة لن تسمح بذلك في سياق خطابي أوضح ما يقال عنه أنه تحوير لملف السلاح المنفلت والهروب من مشكلته الرئيسة إلى جوانب وهمية يدرك المتظاهرون من يقف وراءها وما هو الغرض منها وما يثير الدهشة والاستغراب هو الطرف الذي يسعى الكاظمي للاعتماد عليه في حصر السلاح بيد الدولة فبحسب مصادر حكومية جرى اجتماع بين الكاظمي ورؤساء الأحزاب وزعماء الميليشيات أمثال نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وعدنام فيحان ممثلا لميليشيا العصائب وأحمد الأسدي متحدثا باسم ميليشيات الحشد هؤلاء المذكورون بحث الكاظمي معهم قضية حصر السلاح بيد الدولة وللعارف بمناصبهم ومراكزهم أن يتخيل كيف ستكون النتيجة وبغض النظر عن مهزلة بحث الكاظمي قضية السلاح المنفلت مع زعماء الميليشيات هؤلاء فإن مخاوف كبيرة تثار من حقيقة هذا الاجتماع حيث يخشى مراقبون أن المجتمعين دبروا أمرا في غاية الخطورة ألا وهو السعي إلى عسكرة ثورة تشرين ومن ثم الانقضاض عليها بدعوى مكافحة السلاح المنفلت وبالتالي ضربوا الثورة وإبعاد بوصلة السلاح المنفلت عن وجهتها الحقيقية الكاظمي رجل مخابرات وليس عن عبث يكرر الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع دعوات مشبوهة لتسليح الثورة ترجمة نانسي قنقر